اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة اليوم نناقش دعوة العاهل المغربي إلى تعديل حكومي في خطابه الذي ألقاه في الذكرى العشرين لتوليه العرش هل يدشن الملك محمد السادس مرحلة جديدة من مراحل حكمه لتجنب ربيع مغربي؟ وهل ستشهد المرحلة الجديدة وضع الملك نظام حوكمة يؤسس لمستقبل يلبي طموحات الحاكم والمحكوم؟ اشتركوا في القناة هل أن المرحلة الجديدة التي دعا لها العاهل المغربي خطوة استباقية في ظل التغييرات التي عصفت ببلدان مجاورة؟ أم أن الخطوة هي ترسيخ لتغيير بدأه عام 2011 عندما نجح في تجاوز عاصفة الربيع العربي بتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان؟ هل ستقتصر التغييرات على معالجة اقتصادية لردم الهوة الطبقية ومصالحة اجتماعية؟ تمثلت في إطلاق صراح بعض المدانين في احتجاج الريف عام 2016 أم ستليها إجراءات سياسية تؤسس لمرحلة حكم أكثر انفتاحا؟ هل سيتمكن محمد السادس من حل الخلاف حول ملف الصحراء الغربية بسياسة اليد الممدودة للجزائر والتي أشار إليها في خطابه؟ أم أن دعوته لن يرتد لها صدى؟ سنحاول إجابة على هذه الأسئلة مع ضيوفي من الرباط الكاتب والباحث السياسي محمد العوني من باريس الباحث في الجغرافية السياسية عماد الدين الحمروني ويشاركنا الحوار من أغادير المغربية الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور المهدي الفقير وسنبدأ النقاش مباشرة مشاهدين بعد التقرير نخبة جديدة من الكفاءات في مختلف المناصب والمسؤوليات بعد عشرين عاماً على اعتلاء محمد السادس عرش الملك في المغرب خلفاً لأبيه يعلن في خطابه بمناسبة ذكرى جلوسه على العرش تشكيل لجلة من أجل وضع تصور لنمو ذج تنموي جديد في محاولة لتدارك ما وصفه بالتأخر الحاصل على المستوى الحكومي والعمل على الحد من الفوارق الطبقية نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا في أفق الدخول المقبل مقصرحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية لكفاءات وطنية آلية المستوى وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق تعديلات في الحكومة ورؤية اقتصادية جديدة ترجمهما البعض بعدم رضى الملك عن برامج الأحزاب الاقتصادية وعن أداء الحكومة لكن العاهل المغربي أشار إلى أن ذلك لا يعني عدم توفر الحكومة على كفاءات بل هي إرادة لتوفير أسباب النجاح للمرحلة الجديدة لتحقيق ما سماه التحول الجوهري الملك أصدر عفواً ملكياً عن أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة سجين بينهم بعض معتقلي حراك الريف أكبر حراك في البلاد منذ مظاهرات العشرين من فبراير عام 2011 عفواً يربطه البعض بحديث الرجل خلال خطابه عن وجود اختلالات اجتماعية كبرى يرى أنها كانت السبب الأبرز وراء الاحتجاجات التي يرى الناشطون فيها أن مطالبهم تحتاج أكثر من خطاب لتسوى الخطاب لم يغفل الشأن الخارجي ففي معرض حديثه عن تسوية قضية الصحراء أعاد ملك المغرب التأكيد على اليد المبسوطة نحو الحل في إطار مبادرة الحكم الذاتي مؤكداً في نفس الوقت التزامه بنهج اليد الممدودة تجاه الجزائر مع الإشارة إلى روابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار فهل ستقدر الحكومة الحالية على مواكبة رؤية الملك وأطروحاته؟ أم أن التغيير الجزئي قد يفضي إلى ترميم أشمل في نظام الحوكمة؟ وهل ستنجح البلاد في تجاوز ارتدادات حراك الريف كما تجاوزت احتجاجات 2011؟ أم أن الفوارق الاجتماعية لا يمكن تجاوزها إلا بإصلاحات معمقة قد تتطلب تغييرات جذرية؟ لبرنامج ولنا وقفة إبراهيم العادل تي آر تي عربي الأستاذ محمد العوني من الرباط سأبدأ معك هذا النقاش لو تفصل لنا ماذا يقصده العاهل المغربي بما قال إنها المرحلة الجديدة التي قوامها المسؤولية والإقلاع الشامل النهضوي في جميع الميادين ماذا تعني هذه المرحلة؟ وماذا يعني ذلك عن المرحلة التي سبقتها إذن؟ هي مرحلة للتقييم اليوم وطبعا هذه اللحظة التقييم تفرض أمرين تقييم الماضي عشرين سنة والاستشراف للمستقبل وهي فرصة بالنسبة لي أن يطرح على المغاربة ككل وعلى البلاد أن تقوم بتقييم عشرين سنة من عمر البلاد وليس فقط عشرين سنة من عمر فاعل معين واستشراف عشرين سنة قادمة وهذا ما ينبغي أن يكون حتى يستطيع النقاش أن يتجه إلى القضايا الجوهرية فالتحول الجوهري كما أشار إلى ذلك المالك نفسه يطلب هذا النقاش نقاش أن يكون للفاعلين الرئيسيين رأي واضح في المستقبل ما المطلوب منهم؟ ما الذي يطالبون به؟ وهذا يفترض أن يفتح هذا النقاش على الصعيد الوطني الفاعلين في المستقبل من المقصود تحديدا سيد عوني؟ هم الفاعلون السياسيون الفاعلون الاقتصاديون والفاعلون الثقافيون والفاعلون في المجتمع مع الأسف لحد الآن لا يسمع للفاعلين الاقتصاديون ولا للفاعلين التقافيين ولا للفاعلين في المجتمع لحد الآن نسمع جزءا من السياسيين وعلى الأخص الأحزاب التي تشكل الأغلبية وبعض الأحزاب القليلة الموالية للإدارة أليس هذا برأيك منعكس للصلاحيات الممنوحة لهم يعني العهل المغربي يحتفظ بمعظم السلطات التنفيذية هو صاحب القرار في السياسة الخارجية في القضايا الاقتصادية الكبيرة والدفاع وإلى ما ذلك فهذا من ضمن الأسئلة الكبرى الدستور 2011 وسعى من صلاحيات رئيس الحكومة ومن صلاحيات البرلمان لكن ليس بالشكل الكافي لأن يحاسبهم فقط من خلال الانتخابات وهذا جعل الحلقة المفرغة تستمر في السياسة في البلاد إذن المطلوب هو أن يتم أيضا مراجعة الدستور إن أردنا أن ننتقل إلى مرحلة جديدة وهذا النقاش الذي اعتبرته ضروري في البلاد يدعو إلى أن تكون الأجوبة من مختلف المستويات الملك يدعو إلى جوابه من ناحية نموذج الاجتماعي وصلت الصورة أود أن أصارد رأي ساد عماد الدين الحمروني عن تقييم عشرين سنة خلات من باريس لو باريزيان أكيد قراءت التقييم لها عن هذه العشرين وصفتها ببساطة أنها ليست جيدة وليست سيئة أنت ماذا تقول هل هي تؤهل لإنهاء مرحلة والدخول بمرحلة جديدة قد تنقل البلاد خطوة إضافية نعم أولا تحية لك ولضيوفك الكرام وإلى كل المشاهدين خطاب الملك محمد السادس بذكرى العشرين لاعتلائه العرش خطاب جدي وخطاب متزن ويظهر من خطاب الملك أنه مستاء كثيرا من أداء الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها لماذا؟ لأن الشارع المغربي منذ أكثر من عشر سنوات الآن يعيش تطور ملحوظ في الكثير من المسائل أهمها التطور في البنية التحتية التطور في الفقه السياسي المشاركة السياسية ولكن على صعيد العدالة الاجتماعية على صعيد إعطاء الفرص لكل طبقات الشعب المغربي رأينا احتجاجات ضخمة جدا إن كانت احتجاجات بالمعنى الجهوي في الشمال أو الاحتجاجات القطاعية إن كانت في قطاع الصحة أو قطاع التعليم وقطاعات أخرى أيضا فبالتالي هناك فراغ سياسي هناك شبهات فساد حول الكثير من الوزراء الشارع المغربي يملك الكثير من التقاط كما جاء في خطاب الملك ولكن هذه الكفاءات الوطنية وهذه التقاط الشبابية يعني من داخل القرار السياسي السؤال السفساري أستاذ عماد الدين يعني إن كان الملك مستاء من أداء الحكومة الحالية أو عدم مواكبتها للتطور الذي يعيشه المجتمع المغربي على حد وصفك هو في خطابه يبدو أقرب للمعارضة منه صاحب كل هذه السلطات التنفيذية ليس كذلك؟ نعم ولكنه ليس في المعارضة يعرف ما يقول يعني هو مسؤول إن كان مسؤول أمام شعبه أو أمام الدستور يتكلم بمسؤولية ولكن التغيرات الجوهرية التي وقعت في المجتمع المغربي بالمعنى الرأسمالي حيث رأينا طبقة فاسدة رأسمالية ضخمة جدا تتضخم قدراته وتتضخم سلطته داخل المجتمع وفراغ سياسي يجب أن نذكر المشاهد الذي يشاهدنا أن هناك في المغرب أكثر من خمسين حزب لا يوجد مشروع وطني يعني مغاربي واضح للمعالم هل المغرب اليوم يعني قادر على احتواء التغيرات الاجتماعية داخل المجتمع المغربي هناك يعني احتجاجات طبقية بالمعنى الطبقي وهناك احتجاجات جهوية بالمعنى الجهوي هناك جهات مغيبة مثل الشمال مثل الجنوب أيضا هناك قطاعات مهمشة فبالتالي هذا التهميش الاجتماعي والتهميش الاقتصادي يعني لا يوجد له مدلولات وتغيرات بالمنطوق السياسي هناك فراغ سياسي هناك شخصيات سياسية لا تعبأ بهذه التغيرات الاجتماعية وخطورة المسألة الاقتصادية الملك حاول أن يوجه هذه الضغوطات ويعطي لها أبعاد مستقبلية لإيجاد الحلوم فقال وطالب وهي نقطة مهمة ومركزية في خطابه بتغيير الكثير من الوزراء والاعتماد على الكفاءات الوطنية دكتور المهدي ما رأيك بهذه المقاربة؟ هل إن كان هناك عدم مواكبة ستقع المسؤولية على الحكومة بالكفاءات؟ هل الصلاحيات الموجودة لدى الحكومة والتي اكتسبتها بعد احتجاجات 2011 تعطيها الفرصة للمواكبة والتغيير المطلوب؟ ما يجب أن ننسى سيدتي أن الدستور 2011 هو دستور توافقي جرى بطبعة الحال التوافق عليه والسفتي عليه المغاربة ويخلق نوعا من التوازن في توزيع السلطات بحيث يصبح الملك والمؤسسة الملكية صمام الأمان والضامن للتوازن بين المؤسسات الدستورية فبالتالي تقع على كهل الحكومة مسؤولية التخطيط الحكومي والبرمجة الحكومية لأن لها كل الصلاحيات وتدخل البلك فيما يتعلق ببعض المسائل يأتي في إطار دوره الكبير ودوره السيادي كرئيس للدولة فبالتالي أتساءل اليوم إن كان هناك إعادة نظر في تقييم أو تقييم سلبي لمنتوج ولمردود الحكومة أن يتم إعادة النظر في الكل هناك منظومة وهذا المنظومة تم التوافق عليها والصفتي عليها المغاربة وعلى أساسها تمت انتخابات حرة وتم هناك تشكيل تحالف حكومي فبالتالي اليوم تدخل الملك تدخل في محله وهو تدخل سيادي قبل كل شيء يشير إلى أن مسألة النموذج التنموي هي مسألة سيادي تتجاوز بكثير المردود الحكومي وتتصل عن هذا النموذج التنموي دكتور مهدي الذي قال العائل المغدربي أنه ليس هدف بحد ذاته بل هو مدخل المرحلة الجديدة الثورة الثروة الإجمالية للمغرب تضاعفت بين عام 1999 و2013 ولكن في مؤشر التنمية التابعة للأمم المتحدة تحتلع المغرب مرتبة متراجعة جدا حجر الأساس في هذه المرحلة الجديدة أين يبدأ برأيك أعتقد سيدتي ودون الوقوف على مؤشر دون عيله أن هناك اختلالا في النموذج التنموي المغربي وهناك قصورا في هذا النموذج باعتراف أعلى سلطة في البلاد وهذا ينم عن نج سيادي قل نظيره في العالم العربي وبالتالي النموذج التنموي يجب أن يتم إعادة النظر فيه بحيث يصبح متوازنا في توزيع الثروة اليوم هذا النموذج ينتج الثروة ولا يوزعها بشكل متوازن هذا النموذج ينتج الثروة ولكن ينتجها دون قيمة المضافة وهذا اعتراف صريح وبالتالي ينبغي التوافق بصفة عامة على هذا النموذج حتى أولا نتوافق على منظور معين لإشكال التنمية ونخرج من قوقعة المنظور المناطقي والفئوي هذا هو الإشكال سيدة اليوم صاحب الجلالة دع الأحزاب إلى التنخيب واستقطاب النقب لأنه مع كابل الأسف الإغراق في الفئوية والمناطقية سوف يجر وبالا على المغرب ويبعد المغرب ويصرفه عن مشاكلها الحقيقية حول مسألة إذا تم التوافق على مسألة التنمية في جالبها يعني الهيكل وتم التوافق على منظور معين لنموذج التنموي فبالتالي على يقين بأنه سوف نصل إلى حل ولن يكون النموذج التنموي مجرد مدخل بل إطار دائم لهذه التنمية أعود إليك سيد محمد العوني هل هو فعلا نضج سياسي أما كما طرحنا في مقدمات البرنامج تساؤل عن أن هذه الخطوات أو التغييرات التي يقبل عليها المغرب هي خطوة استباقية بالنظر لما حدث يحدث في الجزائر أيضا التونس تمضي قدما في إطار تحولها الديمقراطي وفي المنطقة بشكل عام وهنا أربط هذا الحديث بأن الصلاحيات التي منحت لرئيس الحكومة والبرلمان جاءت على أعتاب الربيع العربي الذي بدأ في 2011 سأجيبك لكن فقط أصحح معلومة قدمها ضيفك من بارز وهي غير صحيحة عدد الأحزاب في المغرب هو 33 بالضبط فعلا ما أشرت إليه ما أشار إليه التقرير أساسي في طرح لحظة التقييم اليوم ينبغي أن نقول أن مرت في العشرين سنة مرحلتين مرحلة حكمة في المغرب بالدستور 1996 منذ مجيء الملك محمد السادس وقبله بسنوات قليلة كان هذا الدستور وفي 2011 جاء دستور جديد الدستور الجديد جاء ولنبغي أن نخبئ هذا الأمر جاء تحت ضغط الشارع وبالضبط تحت يمكن أن نسميها نسمات حركة عشرين فبراير كسفير وامتداد للربيع العربي هذا الدستور فيه العديد من الإيجابيات التي إلى اليوم لم تفعل فيه باب كامل حول الحقوق والحريات لكن ما زلنا وهذا يدفع إلى الطرح السؤال الحقيقي لماذا لا تفعل كل فصول الدستور بما في ذلك القوانين التي يشير إليها هذا الدستور قوانين تنظيمية الجواب هو أن هناك أعطاب سياسية والأعطاب السياسية مرتبطة بالنموذج السياسي بالإضافة إلى النموذج التنموي إذن للخروج من الوضع والاستشراف جيد للعشرين سنة القادمة ينبغي أن نطرح كل الأسئلة النموذج التنموي السابق والذي يشتغل إن كان هناك نموذج وأنت طرحتي مسألة مهمة في أحد أسئلتك وهو مستوى النمو في المغرب المغرب يرتب مئة وثلاثة وعشرين تسبقه العديد من البلدان العربية وليس وراءه طبعا هذا ترتيب 2018 ليس وراءه إلا سوريا واليمن اليوم فهذا غير ملائم لكل هذه الخطابات الجميلة التي تقدم المغرب على أنه يتقدم فعلا أنا مع عدم تبخيص ما تم إنجازه لكن أيضا لا ينبغي تقديسه إلى درجة أن يتحول إلى معيق نحو التحول في المغرب هناك بحث منذ مدة طويلة عن ما يسمى بالانتقال الديمقراطي والتنمية لا يمكنها أن تتم إلا بانتقال ديمقراطي حقيقي أي عندما ننتقل ما هو النظام الذي سيحقق هذا الانتقال الديمقراطي الحقيقي في المغرب برأيك يعني نذكر جيدا عندما حدثت المظاهرات في 2011 تمت المطالبة بالانتقال من الملكية التنفيذية إلى الملكية البرلمانية نعم والدستور الجديد دستور 2011 ينص على أن المغرب نظام ملكية برلمانية اجتماعية فالتطبيق هو الذي ينقصنا كما ينقص أن نطور الآليات الديمقراطية في مواجهة الفساد والاستبدال هذا ما تشير إلي حضرتك أن دستور 2011 المعضلة هي عدم تفعيل كل مواده كما وردت وهنا أنقل إليك السؤال عماد الحمروني لماذا لا تفعل هذه المواد؟ وربما كانت المغرب دخلت المرحلة الجديدة قبل 20 عام خطط بشكل أسرع أليس كذلك؟ نعم نعم نحن تكلمنا في بداية الحديث على الانقسام يعني الانقسام الطبقي الانقسام الاجتماعي والانقسام السياسي هناك انقساما حادا في الشارع المغربي مازال السياسيون المغاربة يتعطون بالسياسة بمنطقها الإديولوجي ما بين يساري والإسلامي وليبرالي فبالتالي هذه التكتلات بالمعنى الإديولوجي والضغط السياسي على طرف ما لأنه إسلامي أو طرف ما لأنه يساري هذه التشتت السياسي في الفكر السياسي المغاربي والمغربي بالتحديد أدى أيضا إلى غياب الرؤية الشاملة وغياب الرؤية الإدارية وغياب ترتيب الأولويات أعود أنا دائما لخطاب الملك محمد السادس وحتى عندما جاء الملك محمد السادس إلى الحكم كان الملك الراحل والده ورتب الكثير من الأشياء هناك الكثير من الإيجابيات وقعت في المغرب يجب ذكرها والتأكيد على تغيير البنية التحتية هناك السلك المالية والبنك والتأمين تغير أيضا هناك تطور في السياسة الخارجية المغربية فبالتالي المغرب اليوم يملك القدرات الداخلية ويملك القدرات الخارجية لكن يعوزه المشروع الوطني والمشروع السياسي أشكرك جزيلا شكرا عماد الدين الحمروني لأنك ذكرت السياسة الخارجية بقي لي من الوقت ثلاث دقائق وأريد أن أسأل الدكتور المهدي الفقير عن جزئية السياسة الخارجية فرق بين عهدين عهد محمد الخامس ومحمد السادس من ناحية التعاطي مع هذا الموضوع هل اليد الممدودة لمحمد السادس ستجد من يقابلها وينتهي هذا الملف برأيك؟ لا أعتقد أنه لم يكن هناك تغيير جدري في تعاطي المغرب مع جيرانه ومع السياسة الخارجية المغرب كان دائما سبقا للدعوة للإندماج الجهوي والقاري ودلون على ذلك أن الملك الرحل الحسن الثاني طيب الله ترى كان هو أحد مؤسسي وأحد مهندسي اتحاد المغرب العربي الكبير بعد ذلك التغيرات والجيوسياسية والجهوية هي التي مع كامل الأسف دفعت إلى هذا الاحتقان وهذا التوتر فعندما يدعو المغرب إلى مديني فهذا ليست دعوة عاطفية وإنما هي دعوة موضوعية جيوسياسية للجار الجزائري والجار الشرقي لأن التحديات أكبر من أن تكون تحديات قطرية لتحديات جهوية تمس جميع الدول ولأن في ذلك ما يقع حاليا في ليبيا وبالتالي فبلقلة البطقة وبلقلة المغرب العرب الكبير سوف تجر وبالا على جميع الدول وبالتالي الصحة لازم التكتل على الصعيد الإقليمي والجهوي من ناحية الأخرى عودة المغرب المؤسسة إلى إفريقيا هي عودة ميمونة وبحدودة قوامها التعاون جنوب جنوب بمنطق رابح رابح عودة بعد ثلاثين سنة أود أن أسمع رأيك أستاذ محمد العوني في هذا الموضوع المغرب فعلا أخذت خطوات عملية منذ فترة سواء في الأمم المتحدة أو طريقة الخطاب تجاه هذا الموضوع العودة إلى الاتحاد الإفريقي كما ذكر الدكتور المهدي هل لديها شريك المغرب والجزائر تمر في هذه الظروف والحالة لأن الجزائر لاعب رئيسي في هذا الموضوع ليس كذلك؟ نعم ولذلك وجه الملك جدد مد اليد الأشقاء في الجزائر بالضبط حتى ينظر كل الفاعلون في الجزائر في المستقبل لأن هناك مخاض تعيشه الجزائر ونتمنى في المغرب أن يكون مخاضا يأتي بولادة سعيدة ولذلك مطروح على الأشقاء في الجزائر أن يبنوا مع المغرب ومع تونس ومع موريطانيا وليبيا بناء مستقبلي وهذا البناء من أجل المغرب الكبير لا يمكن أن يتم وبلد يعاكس بلد آخر في وحدته الترابية فبالتالي الشعب الجزائري والمكونات السياسية الأصيلة في الجزائر هي في الحقيقة ضد نزاع السحراء لكن النظام الجزائري وبعض مكوناته تعتبر هذا الملف ملفا تغطي به على أوضاع النظام الجديد في الجزائر قد يكون مختلفا أشكرك جزيل الشكر من العاصمة المغربية الرباط الباحث السياسي محمد العوني وتحياتي أيضا لضيفي من باريس الباحث في الجغرافيا السياسية عماد الدين الحمروني ومن غادير الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور المهدي الفقير والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج ولا نوقف اشتركوا في القناة